الامن الوطني يلقي القبض على صباح الكناني متلبسا بالرشوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الاعزاء اعلن جهاز الامن الوطني العراقي يوم الخميس القبض على صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المديرين العموميين في وزارة الصناعة والمعادن وذكر الجهاز في بيان ان عملية القاء القبض على صباح الكناني تمت بالجرم المشهود لابتزاز ومدير الصناعة والمعادن واضاف ان توقيف الكناني تم بعد اصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخة الاولى وسيتم تدوين اقواله واحالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وصباح الكناني هو رئيس منظمة الاصلاح والتغيير واحد الشخصيات المصيرة للجدل بطرح المعلومات التي تخص عمليات الفساد المال والادار في العراء